مشاهدين في كل مكان طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم ولقاء يتجدد بكم والطريق الثالث في الحقيقة حلقتنا نهاردة حلقة استثنائية وفي ظروف أيضا استثنائية وأيضا هو ضيف استثنائي كثر الحديث في الساعات القليلة الماضية حول الإساءة إلى النبي وتصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون حول أن هذا يندرك تحت حرية الرأي والتعبير في المقابل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تصدر حكما وبيانا رسميا أن الإساءة إلى الرسول ليست ضمن حرية التعبير إذن من نصدق أعتقد أن هذا الحكم أو هذا القرار هو كاشف وليس منشئ هو كاشف لأن الإساءة إلى الأديان بهذا الشكل هو قطعيا ليس من الحرية بمكان طيب حينما تزداد وتستعر الوتيرة في الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن هذا الأمر يتحول من محنة إلى منحة تجد أن الكثير يستسمر هذا الوضع وهذا المناخ للحديث عن النبي والتعريف بهذا النبي لذا هذه الليلة ليلة محمدية بامتياز أسعد أن يكون ضيفي وضيفكم وأن أكون أنا أيضا ضيفا على ضيفي الكريم فضيلة الدكتور عبدالله رجدي الدعاء الإسلامي الكبير ومن علماء الأزهر الشريف أهلا بك دكتور أهلا وسهلا بحضرتك وبالسهد الكرام المشاهدين طبعا مش عايز أقول لك من أين نبدأ ولكن البداية يعني تعلم وجهتها وتعلم قبلتها فكيف ترى في الساعات القليلة الماضية هذه التصريحات والإصرار عليها إلى الآن بسم الله الرحمن الرحيم الذي أراه أنها يعني هذه التصريحات أو هذه الإساءات التي صدرت من بعض الجهات أو من بعض الفنانين أو ما شابه ذلك هي في الحقيقة لا تسيء إلى الإسلام ولا تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يناله منها شيء الشاعر بيقوله ما ضر بحر الفرات يوما أن بعض الكلاب ولغن فيه والشاعر بيقول قد تنكر عينان ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يعني ممكن واحد هو عيان فيشرب الماء لأيها ضعمها مر وممكن واحد من الشاي في الشمس قدامه عنده رمض عينيء ولا أعمش ولا حاجة فقول لك دم في الشمس طلعه فماذا نصنع له فإن كان بعض الناس قد ظنوا أنهم بذلك يوسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أساءوا لأنفسهم إنما أساءوا لقيمهم هذا الأمر يعني يرفع من قدر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحجارة لا تستهدف إلا شجرة مثمرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من علمنا بدينه أن لا نتطاول على غيرنا والمسلم ينطلق من منطلقين في حياته منطلق لاعتقاد فالمسلم يدين الله بأنه لا حق ولا صواب إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما عدا ذلك فلا يوصلوا إلى الله وإلا يبقى الإسلام بتاعنا مالوش لازمة منطلق التعامل في الحياة فالمسلم من خلال القرآن والسنة يدين الله بوجوب المعاملة الحسنة والتعايش السلمية والتواطن مع كل من يرفع راية السلام لهم ربنا سبحانه وتعالى قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ربنا سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنة ربنا سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إذن الله يتكلم في هذه الآية عن قوم هم ليسوا مسلمين ومع ذلك يقول لا حرج أن تبروهم تعملهم معاملة كويسة وتكونوا عدل معهم تكونوا منصفين وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فالمسلم ينطلق من هذين المنطلقين منطلق عقد وضحنا منطلق اجتماعي تعايشي مسالم أيضا وضحنا هذا الإسلام جاء بمبدأ في المنطلق الآخر أو الفكرة الأخرى التي فكرة التعايش وضع لها بنودا من ضمن هذه البنود أن الإسلام يقول لا يجوز لك أن تعتدي على ديانات غيرك أيها بس أنا لا أعتقد صحتها قالك والله لا تعتقد صحتها دا شيء لكن دا عدم اعتقادك لصحتها لا يدفعك أن تتطاول عليها ولا على أصحابها احترام الآخر حضرتك راكب عربية مركة سين أنا راكب مركة صاد أنا ما بحبش مركة عربيتك ما بحبش البراندني ما بحبش الموديل دا أروح جاي مقصرها لك دا مش منطق كون إن أنا بحبهاش دي حاجة وكون إن أنا أعتادي عليها دي حاجة احترام اختيار الآخر الله يفتح عليك فالدين الذي أتى وقرر احترام اختيار الآخر هو الإسلام فلما إحنا من 1442 سنة بالأكتر لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دني الله فيسبوا الله عدوا بغير ألم يعني فيسبوا الله عدوا بغير ألم يعني هتبضل بقى المسبة والشتائم رايحة جاية بنا سجال نقعد بقى نفرش لبعض الملاية ونردح لبعض الإسلام لا يقبل هذا الأسلوب عفوا من الردح المتبادل صحيح ولا يرضاه ويأباه ولذلك لا تجد الإسلام أبدا كان يسب هؤلاء الناس أو يعني كان المسلمون يخرجون لسبهم وليسب أديانهم إنما كانوا يناقشونهم الفكرة بالفكرة ويقارعونهم الحجة بالحجة بأدب الاختلاف والدليل بالدليل خلي بالحضرتك أنا مختلف معك قلبا وقالبا بس أحترمك طول ما أنت مسالم لي هاحترمك لك مش هابل فكرتك يعني مش هقول إن هي صح وده حقي ما تفردش علي أن الغلط بتاعك أقول عليه صح وحقك تعطني قسمها تشاء جدا في المقابل زي ما أنا حق إن أنا أعتنق ما أشاء حقك تعتنق ما تشاء لكن ما تفردش علي أن أنا أقول على الحاجة اللي أنت بتعنقها أن تعتنقها أنها صح دي ديكتاتورية مقيتة وتحكم بغيض إن أنا أفرد على الإنسان أن يكرر بصحة شيء ولا يعترف به ده ظن مبين أجي أطلب منك أقول لك أقول بالعافية أن الحاجة الفنانية حلوة يا أخي أنا شايفها وحشة حلوة لي الله يسهل لك إنما ما تفردش علي أن هي حلوة هي بالنسبة لي وحشة لا وإنت تتشدق وإنت تتشدق بالحرية الله يفتح عليك يعني أنت تتشدق بالحرية فأنت بحقوق الإنسان وبعدم الأنصرية فالشيء العجيب أنهم يرفضون كل سب وكل تطاول إلدى للإسلام يعني لو أنت جيت مثلا تتكلم في حاجة تتعلق بالمرأة أقول لك لا حقوق المرأة حاجة تتعلق بلون البشرة أقول لك لا تمييز عنصري وما حدث في أمريكا منذ قريب يعني حاجة تتعلق مثلا باليهود وإنكار المحرقة ممكن تتحيب السفية دي في أوروبا على فكرة طبعا ده قانون معالج زمية كل ده مرفوض إنما حاجة تتعلق بالإسلام يقول لك لا دي حرية ونحن سنقف وراء الحريات وندعمها هنا الازدواجية بقى دي ازدواجية وده هذا الموقف يسقط بالمناسبة أقنعة العلمانيين العرب اللي عندنا في مصر وغيرها اللي هم بيقولوا ودول أنا بسميهم دايما بقول كده في لقاءاتي العلماني والعربي وراديكالي بامتياز هو مصمم وديزايند وموجه برموت كنترول إلى انتقادي كل ما هو إسلام يعني هو ما عندهش مبدأ يمشي عليه يعني لو أنت مبدأك مثلا عدم التطاول والسب وقلة الأدب يبقى المفترض على الجميع هذا الموقف من الإسلام المفترض كنا نشوفكم بتولوله النهاردة لما أهين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما تطول عليه لكن لكم نيمين شدين البطنية كل واحد قعد في بيتهم الدفي ولا حد سمع ولا حد شاف لا أرى لا أسمع لا أتكلم ده تناقض وهذا الموقف أسقط أقنعتهم وأظهر حقيقة زي في حججهم وبطلان ما يستندون عليه لا ده أنا أزيدك من الشعر بيت هناك من خرج منهم وتحدث وقال أن ماكرون لم يسيء من لم يسيء للإسلام قدر مكانة الإساءة من داخل الإسلام والدعو أن بعض الأحاديث بعض النصوص هي سبب الإساءة للإسلام وسبب ما يتحدث به ماكرون وغير ماكرون يعني هم يفرغون كلام ماكرون من مضمونه ويتهمون الإسلام أو بعض النصوص داخل الإسلام بالإساءة للإسلام دي بقى سوزهاني اللي أنا بسميه الاستياد في الماء العكر إيه إحنا بنستغل لحاجة وحصلة هي بدل ما نطلع نتكلم بصراحة منقول إحنا نرفض وندين ولا نقبل وكلنا يد واحدة ولا للإساءات اللي نبينا ده الشيء الطبيعي اللي تقال أطلع قولك لا أصل فيه إحاديث وآيات هو إحنا مش هنبطل بقى اللعبة على النغمة الحمضانة والاستدهاية المشروخة دي ما خلاص قضية أمرها من زمان واتعرف إن انتوا اللي عندكم خلل في فهم الأحاديث وعندكم أجندة معاناة جيين تطبقوها الأجندة دي هي إيه أجندة الفكر التانيولي باختصار شريد هي تفريغ الديني من مضامينه ومحتوى أخش الدين كده بيدايا زي ما أخش جسم الإنسان كده أروح جايب مصارين وطالعة ألغي كل حاجة فيه هدم الثوابت عايز تقول ما خلاص ما عادش فيه حاجة أنا ودخلت جسد إنسان خدت أعضاء الداخلية وخرجت بأكفضل في إيه ما عادش فيه حاجة فهو هدم الثوابت هدم أصول الدين لماذا لا تأخذه بمحمل أنه ينير الطريق من التنوير يعني خليني أكون باللسان الآخر وأنت تعلم أن مهناتي هي أن تكون محامي الشيطان وليست الشيطان فلماذا لا تأخذ من هذا المنطلق؟ أقبلها من هذا المنطلق لما يكون فيه أدلة لما يكون الكلام منطقي لكن لا أقبل كلاما من غير المتخصص ولا أقبل كلام يخالف النصوص لما نيجي النهاردة مثلا مثلا ربنا سبحانه وتعالى ألوى تقرب الزنا حلو كده والزنا معروف في كل الأديان وكل العصور وكل الثقافات هو للاقة خارج قطار الزواج مش محتاجة دي مش محتاجة ترجمة لما يجي أقرب الفكرة لما يقول لك لا ده مش الزنا اللي عايزه ربنا حرام أمال إيه يا ابن الزنا لو بالطراضي ما الزنا قال لك طالما هي عايزة وهو عايز وحلونه في شقة مأفوضة على بعض حلال لو في الشارع يعني حيبقى حرام إبقى ده الزنا أننا نعمل معلقة في الشارع وفي عقل في الدنيا هياخد واحدة أنا أسف يعني عزاك الله يمارس مها العلاقة الحميلة في الشارع قدام الناس كده فين ده ده بيحصل في غابة الحيوان ده بس ولا اسمه حديقة الحيوان حتى الحيوان بيستاتر يعني بالمناسبة يعني الناس دي مجنين طب يعني أمال قال لك لا طالما خدت واحدة وعادت معها في بيت دي اسمها مساكنة طب انت تقبل بقى تديني بنتك ساكنها هيقومي جانيين وتنطط لو سألته السؤال ده طب ما هو ده الازدواجيه طب انت تقبل أن واحد يجي وقولك تسأله مثلا تسأل بنت انت فين يا بنت النهار تأخرت ليه في الجامعة يا بابا أيوة أصلي يا بابا كنت مع صاحبي كان بيسكن شوية هو هيقبل حاجة زي دي هيقط عرقبت بنته طب ليه بتنشره العهر والفساد والانحلال ده في المجتمع باسم التنوير ليه بتعمله كده أما يجيلك واحد تاني يقولك الخمر ما فيش نفس قاطب يحرمه وكتير بالمناسبة من إخواننا الفنانين والمغنين بيكلموني عشان يقول لها عارفين انت ما بتلونش هي الخمر حرام قلوه ما دي فيها هي وصل فيها كلامي يقولك أصلسين من الناس بيونشر دي وقت أنا كنت بعدتلك فيديو يعني حد شهير مش هقول اسمه طبعا كان بيباحة إباحة تمة في الغرب ده اسمه إيه بقى ده اسمه فساد في الأرض ده مش تنوير لما ربنا يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وريجس يعني شيء قدر شيء عفن شيء نجس شيء إثم دي كلها معاني الرجس من عمل الشيطان يعني أنا أجي بقى أبرر عمل الشيطان وأحلله عايز تقول كده خلي بالك من الحاجة رجس دي أول صفة تاني صفة من عمل الشيطان بعد أن أخبر بي هذين الخبرين جاب لي بقى الإنشائل والأمر يعني إيه بقى فلا تجتنيبوه فلا تقربوه فلا تقربوه يعني فإن علمتم وإن الحاصل بقى يتفرع على هذا الكلام فلا تقربوه فا تجتنيبوه اجتنيبوه لما أقول لك خد جنبي من عبد الله ده فعل أمر تروح تحضنه لا ده فعل أمر ده أنا لا أقترب منك ده فعل أمر ده اسمه تأويل لا مش تأويل ولا تأويل ولا تجدير ولا تأويل تبرير لا ده اسمه تبديد ده تبديد للأحكام الشرعية ربنا أقول فا جتنيبوه وتروحين تواخده كده هو زي المية دي وشارب أقول لك إيه ده تقول لي أصل ربنا ألفا جتنيبوه طب إنت كده جتنابته إيه اللي يعبر اللي بيحصل ده من 2011 وإحنا شغالين في الهوس ده وقول لك إحنا كده إحنا خارجين ننور الناس ونحارب الإرهاب أقسم بالله دول يزرعون الإرهاب في نفوس الشباب وهو لما كل داعش ما تطلع تعمل عملية تلاقي واحد زي يسينه والله صاد يطلع يقول معلش يا جماعة أصل داعش بتعمل اللي في الكتب الشاب الصغير عندي يا جماعة فيه كارثة أروكم اسمعونا الشاب الصغير اللي طالع ما يعرفش حاجة يا عمهاني حيطلع وعايز يتدين والدين ده خليبك فطرة في النفوس حيطلع حيلاقي الإنسان المثقف اللي المفترض النشيك ولطيف وجميل بيقول له داعش بتطبق اللي في الكتب يبقى هيعمل ايه فقول لك يبقى داع الحق مع داعش الله ده بشهادة بتوع التنوير دول بيطبقوا له في الكتب ده هزولين هو بيدفعوا جدا ان يكون داعشي جدا ما أنا بطلع أقول له داعش بتطبق اللي في الكتب دي كارثة لكن هو لأنه يعجز عن الرد على شبهات الدوائش ما يقدرش يفند الشبه اللي استند عليها داعش من الكتب ما ده اللي كنت أسألو لك ما في النهاية برضو داعش حينما يستند بس استند إلى بعض النصوص دي بقى شؤولة مين دي بقى شؤولة مين المتخصص اللي يقول له تعالى انت بتقرى النص ده جلط والنص ده تقرياته الصح كذا 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 انت قريء انت معاكش النظارة بتاعته أنا معايا النظارة يلا لبس النظارة تكون شوف مع بعض وهالنص خاص نص عام لكن أجينا بقى أقول له لا ده مبروك عليك انت بتطبق النص صح الله 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 ده الدعيش كده حيقولك سيزداد يقينا بفجره وضلاله طب في المقابل برضو في أزمتنا الحالية فساعدتك أنا آسف الناس دي لازم يتوقف لها الناس دي لازم بجد لازم يتبص عليها الناس دي بتعمل كده ليه الناس دي ايه مصلحتها انها دايما تبرز الدين بصورة المبرر لأفعال المجرمين انت كده بتطلع الشباب ضايع انت كده تخلي الشباب يفسد وينحرف طب في المقابل انتم متهمون بأنكم يعني أصحاب فكري كارثي يعني كلام ده مش على لساني عفوا يعني ده كان على لساني الأسود الإسلام بحيري في إحدى المدخلات مع زمان الأسود محمد الباز في النهار وحسم معك بنفسك دلوقتي يعني بعض ما قيل في هذه المدخلة اللي كانت مطولة خليل أقول لحضرتك يعني أنا طلبت طبعا من الأسود الإسلام بحيري وهتفته شخصيا بمناظرة حضرتك وهو لم يرفض ولكن طلب التأجيل لفترة معينة ونحن نحترم ذلك يعني أنا من الآن أعلن الموافقة على أي وقت وفي أي قنوة وفي أي مكان أعيز أن نظر فيه وفي أي موضوع ما عنديش أي إشكالية أيضا أنت تعلم موافقتك لهذه المناظرة تمام خلاص وإن أمكان الأسود الإسلام لو سمعنا دلوقتي وأنا هبعث له رابط هذه الحلقة ليؤكد أو تؤكد أنك قابلت هذه المناظرة طيب خلينا أسمعك بعض ما قيل في هذه المكالمة أو المدخلة المطولة نبدأ بأول جزء معانا في المدخلات فضل نيجي بقى للدجل الحقيقي الفكري اللي كتبه الأستاذ اللي حضرتك جايب اسمه الموضوع ببساطة أن القرآن بيفرق تفرقة حقيقية لفظية وحقيقية مضمونة بين الإسلام والإيمان وسماهم جميعا مسلمون والآيات كالتالي سارعا الآية 132 في البقرة ووصى بها إبراهيم بينيه ويعقوب يا بنيا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ده سيدنا إبراهيم أتباع مسلمي في القرآن الآية الثانية البقرة 133 أم كنتم شهداء اضحضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها الوحيدا ونحن له مسلمون أتباع النبي يعقوب أتباع سيدنا عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري لله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كل أتباع الديانات في القرآن مسلمين عشان كده ربنا هتلاقي بتقول شرطه الوحيد اللي وضع في القرآن لدخول الجنة من ناحية الإيمان بالله هو الآية 112 في البقرة بلى من أسلم وجهه لله وهو محفن فلاه أجر عند ربي ولا خوف نعلم ده الإسلام الذي عليه الشرط الوحيد بين الإيمان والكفر بالله وليس بالأنبياء أو بالديانات جماعة أو بالرسول نيجي بقى للتجل الحقيقي طيب خيني أتوقف وبس أطلب حاجة التعاقف بس في عندي مشكلة أولاً الأخ الكريم ما بيعرفش رأيات القرنية صح يعني الأخ الكريم المجدد الفاضل لا يستطيع قراءة القرآن الكريم قراءة سليمة وقبل كده في منظرتنا معاه ولما نظره حيب الجفري ولما نظره الشيخ الدكتور أسامة عمل حاجات من دي كتير وأخطأ أخطاء كارثية وقال كلام وأخصم بالله لحاجات ما قالهاش وطلع عليها وكلام زي كده يعني هو دلوقتي أنا مش فاهم هو بيستدل بإيه ما احنا عارفين أن الإسلام أدياً أن الإسلام دين الأنبياء جميعاً لكن هل الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعاً ده بقى السؤال المحوال لهم ما قدرش يرد عليه هل الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعاً يقتضي أن تكفر ببعض الأنبياء اللي يقولك ده بقى دجال ده آمن رسوله تقننا ربنا لا سيدنا من كلمة آمن مش هقول آمن عشان كلمة إيمان دي بتزعلهم خلنينا في إسلام ربنا يقولي في البقرة وقالي أمران بعدما قالي قولوا أمنا بالله وأنزل إلينا وأنزل إبراهيم وإسماعيل وإسعالي إلى آخره لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون يبقى عشان نكون لهم مسلمين ونازم نبقى إيه بين أحد من رسله لا نفرق الذي يفرق بين رسل الله ويقبل بعض الرسل ويرفض بعض الرسل ده يبقى اسمه مسلم ده مش مسلم ده ربنا يقول في سورة النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله خلي بالك دي حاجة حاجة تانية ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله اللي بيقولك إيه هنؤمن بربنا بس الرسل لا صور جميلة جايبها القرنة إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمنوا جاب ربنا جاب لي ثلاث صور الصورة الأولى ناس بيكفروا بالله ورسله ما فيش أصل ربنا والأنبياء الصورة التانية ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ناس بيؤمنوا بربنا بس الأنبياء مش ضروري الصورة الثالثة ويقولون نؤمنوا ببعضين ونكفروا ببعض ناس بيقبلوا بعض الرسل واللي مش على كيف هم بينكروه ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل عايزين أمنهم إيه سكة ليهم كده خصني ورعادي مداخل خلي بالك بقى ربنا رد عليه الأولئك هم الكافرون حقا أوما أنا آجي أجيب الآيات بطريقة التدليس وأقول ده كله مسلم طب حضرتك النهاردة مر في مداخلتي فيه سؤال معلش نقاسف اليهود النهاردة حيرضى أنك تقول له أنت مسلم لا المسيح النهاردة حيرضى نشرب له البطاقة بعد المسيح نكتب له معلش أنت مسلم إحنا عندنا في القرآن أنتم مسلمين إنت اسمك مسلم حيرضى لا لحريته شخصية هو حيرضى غير أنا لا أستطيع كمان أنا أفرد عليه ده يعني إيه الكلام اللي بتقال ده ده كلام عقيم جدا طب أقول مداخلتي بقى تفضل إيه في المقابل هيتأله حضرتك هما الأنبياء عبارة عن مش رسل والرسول هو حامل رسالة إلى البشر أن أؤمنوا بالله أو آمنوا بالله عفوا طيب أنا أمانت بالله أنت طالب مني إيه تاني أنا أمانت بالله وأنا لازم أؤمن بالرسول الذي يعتبر رسالة أنا تبنى وجهة النظر الأخرى حتى لا يفهم كلامي أنا بالخطأ وأرجو توضيح ده أنت عارف حضرتك الحلزونة أم الحلزونة البيضة أولا أم الفرخة هذا هو المنطق اللي بيكلمون خلاله فمعليش يلازم مرداني هرجو عليك بودو دي الرسالة هلو كده وأنا الرسول اللي جاي من ربنا وده الكتاب اللي أنا جايبه معي قلتلك ربنا بيقولك أؤمن بالكتاب ده يا قبيلة كذا أو بلد كذا أو مكانك هقولك أنا أؤمن بالرسالة ولكن لا أؤمن بك سنن بقى عليه لا تؤمن بي يعني إيه إذن أنا كذب أنت لا تصدقني أنت مش مصدقني بصدق الرسالة جبتها إزاي أنا أتضحك على بعض والله هنا تنقض عايز تقول جدا الله يعني مثلا الأخ جاب الآيات اللي بحسده بيها أبنين دي من القرآن طب أنت جيبها من القرآن اللي جابه سيدنا محمد اللي أنت أصلا بتقول أن الإيمان بي ليس وهم الإيمان بي ليس وهم أنا ممكن أكون قاعد مع سيدنا محمد كده أقول له يا أبا القاسم أنا أكفر بك وأنت أرى أنك كاذب وأن قرآنك هذا ليس من عند الله ولكن أؤمن بالله ولكنني سأدخل الجنة إيه إيه ده الله ما كان أبو لهب بأو أبو جهلي كانوا دخلوا الجنة ده ربنا ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض ليقولون العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يوفكون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله قل الحمد لله بأكثرهم لا يعلمون وهكذا إلى آيات عديدة في القرآن الكريم أم ربنا قال لهم ليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ليه ربنا وصفهم بالكافرون لأنهم رفضوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ومن لم يؤمن بالله ورسوله خلي بالك من دي بالله بلس رسوله الجوز حين وبلس دي أعملي طيب أنا غريب تشرح والله تاني ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين حتى لو أمن بالله دون الرسول ربنا أجاب لتنم مع بعض خذني على قد عقلي عشان بس نوصل للمعلومة حاضر العاطف هنا دليل اقتران حاضر عايز تقول الله وضع شرطين للإيمان أو حط قدامي حقيقة كده بالله ورسوله لو ربنا مش عايز الرسول أصلا ما كان شبعاتهم وكان رايح دماغنا بقى كان اليوم من لم يؤمن بالله طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ما احنا لسه قالين آية من شوية الآية بتاعت بلاش الآية بتاعت اللي أنا عايز يا سيد وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوفوا عليهم نهزون والذين كذبوا بآياتنا اللي رفضوا الآيات يعني اللي رفضوا الكتاب اللي جايب النبي يعني اللي قالوا أنا مش ملزم به يمسهم العذاب ده ربنا يقول يمسهم العذاب بلاش خد الآية تاعت سورة الكهف وما نرسل المرسلين المرسلين هو ما جابش ربنا سيرته خالص هنا وما نرسل مين المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويوجادلوا الذين كفروا بالباطل ليودحضوا به الحق حنمسح الآيات دي من مصحف بأستيكة وتقول لي تنوير إتكالك تعليق في إحدى حلقاتك قلت أن الهدف من الدخول على الحديث والسنة هو مرحلة ثم يطلوها الدخول في القرى كلام ده أنا قلته من أول ما سمعت العالم دي في 2011 وبعد وقلته تاني في 2015 وقاعدت ما ستقول لي لا أنت مأفور وانت أوفر وانت عندكم فكر المؤامرة فكر المؤامرة طولهم حاضر أنا دارس الكلام ده وعارف الكلام اللي بيقوله ده جاي من كتاب إيه تحديدا بس مش هقول اسمه عشان الناس ما ترش الدور عليه صحب في أمريكا كتاب عارف بيجيبوا الحاجات دي منين والكتاب ده انكتب سنة كام ومطبوع فين ونسخ فين دلوقتي عارف كل حاجة فأنا دارس الكلام ده درسه دراسة أكاديمية وعارف إنه إنها مننتقل من خطوة إلى خطوة إلى خطوة آخر حاجة خلي بالك أرمالك كده إيه في الوسط كده أهم حاجة الإيمان بالله والعمل الصالح طبعا أنت جبت ده منين يا بيه جبته من القرآن طبعا لازم عليك يكون مؤمن بالقرآن لا مش لازم لو قال لي لازم يكون مؤمن بالقرآن يبقى لازم يكون مؤمن بسيدنا محمد لو قال لي يكون مؤمن بالقرآن وكفر بسيدنا محمد يبقى بيجنني منين يعني يودي فين عايز تقول طبعا سمعك بقيت المكالمة بعد إيه نسمع نسمع الجزء اللي بعد كده تفضل ولذلك من هنا نفهم آلة عمران 85 اللي هي الآية الشعيرة ومن يتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاصري ده الإنسان اللي هو بر الإسلام في كل الأديان إذن هو كفر بالله واليوم الآخر ونتني على دي برضو الآية 22 في البقرة اللي بتقول إن الذين آمنوا اللي هو إحنا الخطاب بتاع الذين آمنوا للمسلمين فقط وهقول لي دلوقتي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابقين أتباع سيدنا يحيى من آمن بالله واليوم الآخر دشرته بتاع الإسلام الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجروا ما عند ربيهم ولا خوف عليهم ولا هم يحلوا إذن في فرق بين كفر الكفر بالله إنكاروا ده هو يبقى مش مسلم لكن في فرق بين الكفر ببعثة النبي محمد وده أقوله دلوقتي عشان كده إحنا بقى مأمورين نؤمن بكل الأديان الصادقة والرسل في الآية الشهيرة آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسول الدين 225 بقرة ولذلك من هنا نفهم آل عمران 85 اللي هي الآية الشهيرة ومن يتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخسري ده الإنسان اللي هو بر الإسلام في كل الأديان إذن هو كفر بالله طيب برضو فيه جزء هنستكمله بحيانا دلوقتي في المقطع رقم 4 هستأذنك نسمعه ونرد على طيب بس ممكن نسمعه دلقون معلش فتر شوف هنا يعني حاجة غريبة جدا جاب الآية بتاعة البقرة آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله خلي بالك وقف على الرسول وما جبش اللي بعديها اللي بعديها لنفرق بين أحد من رسوله فأنت عايز توهم الناس أننا أستطيع نفرق بين رسول الله وكون مؤمن ثم الآية بتاعة البقرة وموجودها في الحج إن الذين آمنوا الذين هادوا والآخرها من آمن بالله هو اليوم الآخر الله يقول من آمن بالله هذا شرط والإيمان بالله لا يكون بدون رسول الله إذا أردت أن أكون ودل بنقوله ما فيش حاجة اسمه الإيمان بالله وحده الإيمان بالله مقترن بالإيمان برسول الله حقيقة الإيمان بالله أن تكون مؤمنا برسول الله لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله فلا يمكن أن تكون مؤمنا بالله وأنت تكفر برسل الله لأن من يفعل ذلك فالله سبحانه وتعالى وصفه بالكفر الله سبحانه وتعالى يقول ثاني ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا ربنا سبحانه وتعالى يقول قل يا أيها الناس الناس كلها إني رسول الله إليكم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبئوه لعلكم تهتدون سنروح فين من الآيات دي كلها عشان نيجي نقطعها ونوهم الناس أن أنت ممكن تكون مؤمن بكم رسول وكم نبي بس سيدنا محمد دا عادي تكون ملوش لازمة ده أنا كده أبدع كل المسلمين للخروج من الإسلام با عايز تقول إنه ممكن يكون هو ده الهنف عايز تقول ده ما هو قالها واضحة يا بي قدامك ده قالها واضحة نكمل ناخد الجزء اللي بعد كده تفضل حضرتك الإيمان بقى بدأنا نحن الخطاب اللي هو يا أيها الذين آمنوا ده يخص الإيمان بالله من طريق النبي محمد من طريقه لأن في طرق مختلفة إلى الله هذا الطريق بقى من بعد الإسلام اللي هو الدائرة الأكبر اسمه الإيمان فالمسلم هو مؤمن ببعثة النبي محمد ومسلم لله لكن غيرنا هم مسلمين لله ومؤمنين بأديانهم ولذلك هل تلاقي الآية الحاسمة بقى الآية في المائدة 48 وذي آية مدنية عشان لو حد حب يتكلم عن النسخ فهي مش منسوخ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ده بخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب اللي هو قبله ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله بين الآخرين اللي هم غير المسلمين ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا في حياة النبي محمد وحايا بينهم الله يعترف بالشرائع المختلفة ولا يقول أنها جبت بعضها بعض أو نسخت بعضها البعض وكمان ببين الحكم ربنا يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ده حكم من ربنا أن نكون شرائع وأديان مختلفة ده الإسلام اللي في القرآن ده اجتهاد أن أهل الكتاب في القرآن لم يوصفوا بالكفر أبدا لكن أي آية جاءت على أنهم لا يصدقوا حتى بكتابهم الإيمان بقى بتاعنا نحن الخطاب اللي هو يا أيها الذين آمنوا ده يخص الإيمان بالله من طريق النبي محمد من طريقه لأن فيه طرق مختلفة إلى الله هذا الطريق بقى من بعد الإسلام اللي هو الدائرة الأكبر اسمه الإيمان فالمسلم هو مؤمن ببعثة النبي محمد ومسلم لله لكن غيرنا هم مسلمين لله ومؤمنين بأديانهم ولذلك هتلاقي الآية الحاسمة بقى الآية في المائدة 48 ودي آية مدنية عشان لو حد حب يتكلم عن النسخة فهي مش منسوخة وأنزلنا إليك الكتابة بالحق هذا بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب اللي هو قبله ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله بين الآخرين دكتورنا يعني هنا سؤال الإسلام بيكلم عن أن الله طرق يمكن أن نؤمن به بطريق محمد يمكن أن نؤمن بالله عن طريق غير محمد طريق الله عز وجل واحد هو رسله ولا يصل الإنسان إلى الله وهو يوكذب الله عشان تقول لنا أوصل لربنا وأنا وكذب لبعض رسل الله ده مرفوض ربنا سبحانه وتعالى بيقول فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون لما هو أنا عندي أريحية إن أنا أكذب رسل الله لما باللعرك لما تكذب رسل الله يبقى شيء متاح وعادي يبقى بفضل إيه تاني يعني لما أنا بقعد كده قدام رسول من رسل الله ويقول له أنت كذاب أنا مش هؤمن بيك أنا اخترت أن لا أؤمن بك يعني لا أؤمن بك يعني أنا لا أؤمن أن السماء خطبتك ولا أؤمن أن وحيا جاءك من السماء ولا أؤمن أن الله أرسلك إلي هو بيقول لي إيه الرسول ده بيقول لي أنا خطبتني السماء وربنا نزل لي وحي واب لا إلى آخره فأنا بقول له أنت كذاب فالكلام ده يفضي إلى تكذيب الرسل وتقرير فكري بيسمون نهارد الفكر الربوبي إذا بيقول لك أنا أؤمن بأن فيه كرياتور صانع بس ما فيش ولا أنبياء ولا رسل ولا حلال وعلى حرام الدنيا سايبة فإذا كان سيدنا محمد خاتمه الأنبياء بقى الإيمان بيه شيء مش ملزم يبقى مما لا شك فيه بالبديهة كده إن اللي قابلهم ما كمان ما لهمش لازمة يبقى أنا يجي لي بقى واحد النهارد يقول لي والله أنا لا أؤمن لاب محمد ولا بموسى ولا بإيسا ولا إبراهيم ولا بيسحق الكلام ده كله أنا مش هؤمن بيهم أنا عندي ربنا وبس أنت كده بتعتمد على إخراج الناس من الدين ربنا سبحانه وتعالى ثاني القل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت جميعا فربنا مش باعد سيدنا محمد للعرب بس لا ده رسالة عامة ربنا لو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكون أنا آجي وأفتري وأبدأ أدلس على الناس وأوهم الناس أن رسالة سيدنا محمد خاصة بناس معينة بإنهم ده غلط ده إنسوا جنة على فكرة مش إنسوا بس تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين مش لأمة واحدة للعالمين فاقتطاع الآيات من السياق ده واللاعب بيها بالشكل ده ده اللي أنا بسميتها بديد ده بسموش تجديد طيب يعني هو هنا ممكن يكون الحوار حول من آمن بالله قبل باعثة محمد هو اللي آمن بالله قبل باعثة محمد على ذلك مؤمن خلاص تمام لأن أخي الرسالة أرسلها لي الله أنا قبلته موسى نفس الشيء إبراهيم إبراهيم جعبا وراء كل كل هؤلاء طب ما هذه يمكن أن تكون الطرق التي يرضيها يعني الحديث لا طرق إلى الله بعد رسول الله ما كانش ربنا قاله إلى الناس جميع ما كانش ربنا قال لينذر من كان حيا كل ما هو حي كل من هو حي من البشر ويحق القول على مين على الكافرين طب أنا بسأل سؤال معلش يعني فضل أبو جهل وأبو الله بحيروحوا النار ليه ليه ما هما هيرقولوا إحنا إحنا مؤمنين بالنكفي ربنا وقبلك إبراهيم وبالحج ما كانوا بيحجوا والله ربنا دخلهم النار ليه هتقول لي عشان عبدوا أصنام هقول لك الله ما هما مش مؤمنين بالقرآن اللي جابوا سيدنا محمد اللي بيقول إن الأصنام دي غلط وعندهم شبهة بيقولوا ما نعبدهم إلا ليقربون إن الله يزلف والقرآن يعترف يعني عارفين أن هناك الله آه يبا معنى كده أبو جهل أبو لهب بقى أكثر الناس إيمان بقى المفترض بعد كده بقى على هذا الكلام الفاسد نقول على أبو جهل رضي الله عنه ده صحابي شافى النبي كان عبد المطالب أولى بهذا يعني كان عبد المطالب أولى بهذا ده كلام ده ضحكة عدقون اللي بيحصل ده تهريج طب نكمل بقية المداخلة بعد إذنك ونعمل تعليق جامع اتفضل لا يعني شاية أقوله لو فيه بقى اتفضل الحادث اللي لسه حصل من دي اتتنا اشتعرف بس اللي انت عارفه طبعا متأكد منه يا دكتور واللي بنقوله بقى أنه سنين وانت سبقتنا فيه إحنا في كارثة حقيقية القرآن الذي أعلمه أنا كنت بعمل لسه في الحلقات دي كلام عن ما حدث من محاكمات شارلي إبدو فجبت سيرة الحادث القصدي لماذا قتل هؤلاء الثلاثة كل الجريدة والحراس تحت البوليس لأنهم يؤمنون بما كتب في الفقهة أن شاتم الرسول أو ساب الرسول يقتل بلا استتابة ولو تاب طيب ناخد اللي بعده ونكمل كده ناخد أو نعلى بقى في النهاية نعلى يلا تفضل خلينا يعني ناخد آخر فيديو معنا يعني أو آخر مقطع هو أنا شايف أن الكلام كله واحد يعني ما اعتقدش أن فيه حاجة تانية إذن 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 فلا تستفي بأذر قدر بعشان يعني أن لله طرق أم لله طريق هو طريق واحد طريق واحد اسمه إيه الإيمان اسمه كده الإيمان بما يأتي من عند الله كون أن أنت ترفض شيء جاء من عند الله أنت من أنت مؤمن ولا أنت مسلم لأن في الإسلام فقاية البقر ربنا بيقول لنفرق بين أحد من رسول أحد منهم ونحن لهم مسلمون فعشان نكونوا نحن لهم مسلمون شرطها إيه لنفرق بين أحد منهم فرقنا من أحد منهم ما بقناش له مسلمون تمام طيب آخر مقطع معنا هنسمعوا كده ونعلق تعليق جامع تفضل نرجع بقى للي قاله الأخ عبدالله رشدي والطيار اللي زيه واللي بيجمعوا حول لأن ده طيار زي ما حدثتك قلت مدمر للبلد ليه سيئة من تشويه هتكلم عنه دلوقتي لكن فكرة أن أي اجتهاد يقابل بفكرة أن ده تكسيب للقرآن بل بالعكس خطاب الطرف ده اللي هو المفتعد المؤسسة متبرئة منه بالورقة والقرآن أنا عايزة أقول لحضرتك أنتم الآن متهمون أنكم أنتم من تدمرون الفكر يعني وذكرتها وذكرتها بالإسلام إحنا في سنوات الخدعات اللي بقوله الأخ الإسلام ده كلام عار عن الصحة إحنا في سنوات الخدعات ينطق فيها الروايبضة فالصحابة قالوا من الروايبضة يا رسول الله قال الرجل التافيه يتكلم في أمر العامة فلما إحنا القرآن يبقى واضح وما لا أقول لك من الصبح لنفرق وبين أحد من رسله ويتتهى سبقين مرة ويجي واحد مصر أنه يعبث بآيات القرآن علشان يقول للناس سوربرايز إحنا ممكن نفرق بين رسله ونخش الجنة طب أنا حقوق مفاجأ عايز أقول لكم مفاجأ حنقص الحتة دي المقطع بتاع إيه لنفرق بين أحد من رسله الشرط ده حنقصه من النصحف يعني حنجيب كوريكتور نحطه عليه حنودي فين الله طب الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها يا أيها الذين أوتوا الكتابة آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ربنا بيقول كده ليه نقص الآيات من المصحف ده كلام فارغ أما حتة أني بقول الأزهر تبرأ منه أنا يا سيدي على قوة قوة وزارة الأوقاف ولست على قوة الأزهر ولم يصدر أي بيان من الأزهر بشأنه أصلا فده كلام غير صحيح وأنا قلت لحضراتك مش عارف ولا قلت فين قبل كده سألت قلت ده كلام بعض الإخوة الصحفين يعني بيرددوا كده مما يقال ولا حقيقة تحته الأزهر ماله بإنسان ليس منسوبة لمؤسسته أصلا أتخريج جامعة الأزهر فقط آه زي زي بتكلم بصفتي أزهري لكن لم أقول يوما أنني أتحدث بلسان الأزهر إلا لو كان الأزهر بعاتني في حاجة إنما أنا من النفس أطلع أقول ده ما قلتوش بناءً عليه فالأزهر لم يصدر وهي حاجة زي كده منه لأن أصل لست من منسوبه إدارياً بقول مش تعليمياً إدارياً تمام وده توضيح برضو يعني يعتبره رد على ما قيل في حقك وكان لك حق الرد عندنا في الطريق الثالث طيب البعض أيضاً من طيار التنوين يقول أن الردة الفعل على ما قيل من رسومات موسيقى رد مبالل البعض طالب بالمقاطعة والبعض طالب برد حاسم من الجهات الرسمية وغير الرسمية والشعبية وما إلى ذلك هل ترى أن ما تم من رده بالفعل مبالل كل شيء في الحياة يهون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل رسول الله يهون كل شيء في الحياة فإحنا ده لا بنعتبر ده رد طبيعي جداً وبنعتبر أنه ده رسالة واضحة أن ما ينفعش أن أنتوا تغضبوا أكتر من 2 مليار مواطن وساكل لهذه الكرة الأرضية وأن أبواب الضحك وأبواب الكوميكس وأبواب التريقة كتيرة يبقيدوا عن ما يخص الدين خاصة في حكم محكمة حق الإنسان الأوروبية كمان بتدين ذلك وبتعتبر ذلك ليس من الحرية بما كان أي عاقل في الدنيا لا يقبل أبداً أن نواجعل من معتقدات الآخرين شيء يعني يتري عليه يعني مثلاً أنا لو رحت الهند وهم أنك بيتبركوا بالبقرة وبعضهم يعبدها وكذا يقدسوها لذلك ويرموا نفسهم بتحتيها ويشربون بولها ويضعونه على الثياب والأكل أروحاري أعود التريع على البقرة أنا بالنسبة لي هذا معتقد طبعاً مرفوض ومعتقد باطل ولكن أحترم معتقد هل أنا مطالب هل القرآن طالبني أن أروح أعود أشتمه واشتم البقرة بتاعته ما طالبنيش بكذا القرآن القرآن طالبني بنقيض ذلك الولا تسبوا الذين يدؤون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم صحيح ميزان نتحدث تتكلم في ميزان طالبني بضد ذلك ألا يدعونا كل ذلك إلى ما يسمى ويمكن تتكلم مع بعض شخصي في الموضوع ده كتير هو أن يكون لدينا تجديد للغة الخطاب الديني لما يتوائم أو بما يتوائم مع العصر الحالي تجديد الخطاب الديني مطلوب جداً في الزمن ده عشان القضاء على حاجتين على الترهات اللي بيقولها الأخ الجميل ده وعلى الترهات الأخرى بتاعة الدواعش والجماعات المتطرفة اللي هم عندنا الشاب دلوقتي قدامه يعني إيه يداني تحاولاني اختطافة يد أخصى اليسار ويد أخصى ترجمة نانسي قنقر